سفير معاوية، بداية كيف ينظر إلى هذه التعهدات من قبل الرئيس حمدوك بمراجعة التعيينات والإعفاءة التي تمت خلال الفترة السابقة؟ بداية نقول أن مراجعة التعيينات التي غضى بها هذا هو توجيه وليس قرار التوجيه غضى بأن يوقف التعيينات الجديدة والإعفاءات وهذا أمر ما كان يحتاج إلى قرار أو إلى توجيه لأن رئيس الوزراء حاليا هو الممسك بزمام المبادرة وهو دستورا وقانونه هو الذي يعين للمناصب الدستورية العليا أما إن كان ما يقصد من تعيينات جرت في السابق في إطار محدود فهي غضت بأن تكون في إطار تكليف وليس تعيينات ثابتة القرارات التي صدرت بتكليف ومنع عميل للوزارات أو وكلا وزارات أو منع لشاكلتهم في المؤسسات العامة كانت ضرورة لأنها جاءت من القائد العام وجاءت في الصياغ الذي جاءت فيه وهي تجد منه المبررات التي تدعى لأن الدولة لا يقبل الفراغ بالضبط اليوم مراجعة هذه القرارات التي صدرت كما ذكرت عن السيد البرهان كيف ينظر إليها هي ليست مراجعة لم يحدد أن غالة في الفترة الماضية الفترة الماضية يمكن أن تقوم منفتحة لكل الفترة الانتقالية لأن واحدة من الأدواء التي أصابت الخدمة المدنية أن التعيينات التي جرت في الماضي كلها كانت محاصصات وكلها كانت ترتكز إلى أسس حزبية لم تكن ترتكز إلى أسس الكفاءة والمعيار للاستقلالية والحيدة كما يقال وإنما جرى إغصاء وفصل تعصفي لكثير من المعنيين والمدنيين في دولاب الدولة وتم استبدالهم بمن هم منسوبي هذه الأحزاب الخمسة التي كانت تمثل الحرية والتغيير يعني هي سفير معاوية إيجابية سواء كنا نتحدث عما قبل 25 أكتوبر أو ما بعد